بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج جيلتريند غيبنا عنكم كم يوم كده نتيجة طبعا ارتباط الأهلي بمباريات في الدور العام سواء يوم الأربع أو حتى بالأمس الساب وكلكم عارفين الفترة جاية كل المباراة ممكن تكون الساعة سبعة فبالتالي مش هنكون موجودين نتيجة انشغال بالتأكيد القناة باللسوديو التحليلي قبل مباراة الأهلي بحوالي ساعتين ولكن قدر الإمكان في خلال الأيام الماضية بالتأكيد كنا بنتابع وبنشوف اللي بيكتب في السوشيال ميديا واللي بتكتب على النادي الأهلي والأحداث المثارة على السوشيال ميديا بخصوص مواقف كثيرة جدا وعديدة جدا بيتعرض لها النادي الأهلي على كافة الأصعيدة سواء في قرة القضب أو حتى في الألعاب الجماعية أو حتى في المباراة الرسمية اللي أقيمت بالنسبة لي الدور العام وكلنا عارفين نحن مقبلين الفترة جاية على مباراة هامة جدا في دور أبطال إفريقيا مباراة النهائي نهائي الحلم التاريخي للعام الخامس على التولي ولكن نحن دلوقتي مشغولين بمباراة الدور العام النهاردة حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة وهنرد على مواقف البعض بيتكلم فيها في الساعات الأخيرة بتتكلم على فريق الكورة بتتكلم على لعيبة في النادي الأهلي بتتكلم على أخبار متعلقة بقضايا النادي الأهلي داخل فيها في الفترة الأخيرة مع اتحاد الكورة بتتكلم كمان على ناس بتحاول تركب الترند السلبي في بطولات إفريقيا للكورة الطائرة رجال أو سيدات حتى في الفترة الأخيرة كل دي ملفات النهاردة بالتأكيد هنتناولها وهنتكلم عنها باستفادة وهيبقى فيها مفاجآت لكل المشاهدين لأن بالتأكيد حلقة الترند لازم تطلع بالجديد وكل الجديد هنا من خلال شاشة قارات الأهلي النهاردة كمانا هنحتفل بنجم أسطوري كبير جدا النجم التونسي علي معلول اللي تقلد بالأمس شارط كابتن النادي الأهلي بعد 8 سنوات من العطاء كلام كتير النهاردة هنستعرض كمان تهاني زملائه في فريق النادي الأهلي بعد مباراة الأمس كل ده بالتأكيد هنتبعه من خلال متابعتنا للسوشيال ميديا وآخر الترندات اللي موجودة في المواقع والصفحات الرياضية ولكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة أعيد عرف من وجهة نظركم ما هي أفضل مباريات علي معلول مع النادي الأهلي وما هي أجمل أهدافه تقدروا تشاركوا معنا على صفحات القناة من خلال السوشيال ميديا وصفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من أراءكم ووجهات نظركم على أفضل مباراة ظهر فيها علي معلول مع النادي الأهلي وأجمل أهدافه علم علول لعب مع الأهلي مش حوالي أكتر من 280 مباراة أو 285 مباراة بيقترب من رقم 300 مباراة أهداف وأسست وحاجات كتيرة جدا علول عملها مع النادي الأهلي على مدار 8 سنوات فمساحة الحرية والإيجابة أكيد هتبقى كبيرة وهنستعرض ده في الجزء الأخير من حلقة النهاردة في برنامج أل تريند لكن نبدأ بسرعة ونروح لأهم العنوين البداية في تريند الأهلي الفريق راحة من التدريبات اليوم وكمان اتحاد الكرة يطلب فتوى فيفا في أزمة الشيبي وحسين الشحات وفي التريند العالمي سام مورسي قائد مصري جديد في البريمير ليج نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة في جولة عديدة من المباراة سوفها في الدوري المحلي أو حتى في الدويات الأوروبية البداية بالدوري المصري والنهاردة في مباراةين في توقيت واحد سموحة وعلى أستاذ برج العرب هيستضيف نادي الزمالك في الساعة السابعة من مساء اليوم وفي نفس التوقيت البنك الأهلي يستضيف إنبي نروح للدوري الإنجليزي والنهاردة في ثلاثة لقاءات تشيلسي متقدم على وستهام يونيتي الثلاثة سفر وبرايتون متعادل مع أستون فيلا سفر سفر وستة ونصف ليفربول هيستضيف توتنهام هوتسبير نروح للدوري الإسباني وفي لقاء انتهى منذ قليل بخسارة أساسون على أرضه ووسط جماهيره سفر اثنين أمام ريال بيتيس خمسة ورب سلتافيجو هيستضيف فياريال سبعة ونصف فالينسي هيستضيف ديبرديفو ألفس عشرة رايو فاليكانو هيستضيف الماريا وفي نفس التوقيت إشبليا هيستضيف غيرناطا الدوري الإيطالي والنهاردة كانت فيه مباراة ما بيننا كالياري واليتي وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 امبولي مع فرسنيوني تعادل سلبي 0-0 وهيلاسفيرونا مع فرونتينا حاليا التعادل الإيجابي 1-1 وفي الساعة السابعة ميلا هاستضيف فاجينوا وفي العشرة اللاروبها روما هاستضيف يوفينتوس النهاردة فيه مبارات مهمة جدا بتتكلم على ليفربول توتنهام وروما يوفينتوس أعتقد مبارات مهمة جدا في الدوري الإيطالي أو حتى في الدوري الإنجليز ده أبرز مباريات اليوم مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين ولكن المفاجآت والكواليس وفي مفاجآت مدوية بخصوص قضية الشيب والشحات ورد قانوني قاطع على اتحاد الكورة ولكن بعد الفصل أهلا بحضركم من جديد قبل ما أدخل في تفاصيل الكورة والأحداث القروية اللي شهادتها الساحة في الفترة الأخيرة مطش الأهل والجونة علم علول وتقليده بإشارة قيادته وكابتانة النادي الأهلي في مباراة الأمس والكلام على قضية الشيب وحسين الشحان تعرفين السوشيال ميديا والساحة الرياضية فيها كلام وفيها تفاصيل كتيرة ولسه كمان عندنا الفترة الجاية مباراة الأهلي وترجي بس لا ميجي نتكلم على الأحداث الخاصة بالمباراة وإزاي الأهلي يستعد لهذا اللقاء لكن قبل ما أخش في التفاصيل دي في الساعات اللي فاتت كده ظهر واحد اتنين ممكن يبقوا تلاتة بيتكلموا في حاجات ما ينفعش نعديها وأنا هنا دايما ما بحبش قدي الناس حجم أكبر من حجمها بكل صراحة يعني في ناس حجمها يا دوبك يعني ما تاخدش مننا أكتر من دياء ودئتين وفي ناس حجمها أصلا ممكن ما نقولش أسماءهم ولكن ماتش الطيران بارح فريق السيدات بالأمس فريق الزمالك كسب بطولة إفريقيا النادي الأهلي بينظم البطولة ألف مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك ولا نادي الزمالك الفوز بالبطولة الإفريقية في النهاية النهاي مصري في بطولة إفريقية الأهلي والزمالك هما عمداء الكرة والرياضة في العالم أو سوريا في أفريقيا أو في الوطن العربي فبتتكلم مثلا في كرة قدم أهلي وزمالك نهاي دورة أبطال وكنفيدرالية بتروح على سوبر إفريق لكرة اليد أهل زمالك بتتكلم على نهائي بطولة إفريق للأنسات لكرة الطائرة أتلاقي أهل زمالك دايماً أهل زمالك هم عمداء الرياضة المصرية والإفريقية والعربية ودي حاجة بالتأكيد بتسعدنا وبنبقى سعاداء بيها الحمد لله الأهلي في مراحل عديدة جداً بتتكلم مثلاً في انتصارات ما يقرب من 70% لـ 80% من عدد المباراة بيكسب فيها نيد الزمالك وهي الرياضة دايماً مكسب وخصارة ولكن انت مبارح ما كانش التوفيق معاك فريل الأنسات في الشط الرابع يمكن استسهل المنافع شوية شاف إن المطش ممكن يكون مضمون عموماً طبعاً في الكورة أو في الرياضة تحديداً الكلام ده بيبقاش مناسب ولكن هارد لك في خسائر أو في خصارة أكيد فيها جوانب لازم تستفيد من خلالها وفريل الأنسات أكيد يعني يستفيدوا من خلال ما حدث في هذا اللقاء والمباراة امتهت والتنظيم كان جيد في أرض الملعب وفريل الزمالك استلم أو فريل الأنسات استلم كاس البطولة والأمور انتهت بعد المباراة انتهت وخلصت والناس كلها رواحت لقيت لك الناس مبارح أو مش الناس واحد واثنين كده بيحب يبقوا ترند على السوشيال ميديا يعني وعشان يبقوا ترند لازم أعملوا حاجة غلط حاجة إيجابية مش هتلاقي ترند حاجة سلبية هتبقى ترند ما هي مدرسة خلاص بقت مدرسة واحد هجاز بقى ترند فالكل عايز يهجز زي فوعد امبارح طالع والله النهاردة بقوا اثنين والله أعلم على بلين ممكن يبقوا تلاتة يقول لك ايه المهندس خالد مرتجي فين امبارح من وقع التسليم الميداليات وكأس البطولة وعشان هو جاهل واللي بيردت الكلام زيه إنسان جاهل عن فهمه ونقوله ان فيه بروتوكول ايه هو البروتوكول ان فيه رئيس لللجنة المنظمة وهو عدو في مجلس إدارة النادي الاهلي الأستاذ محمد الضباطي زي ما كان موجود في بطولة افريقيا وفي فاينال بطولة افريقيا للقرة الطائرة رجال كان موجود بالأمس في بطولة افريقيا للقرة الطائرة لأنسات وكان بيشارك امبارح فيه مراسم التتويج مع رئيس الاتحاد أو السيدة بشرة بالتأكيد رئيس الاتحاد في الاتحاد الافريقي للقرة الطائرة وكان بيشارك فيه تسليم الميداليات وكأس البطولة ايه داعي ان يكون فيه حد من المجلس يكون موجود فيه أثناء تسليم الميداليات ده مش موجود في بروتوكول يا فندي وبعدين في تسليم ميدليات بطولة إفريقيا للقرة الطائرة رجال هل المهندس خالد مرتجي كان موجود في هذا التسليم وفي هذا البروتوكول وما كانش موجود في بطولة أنسات لا لكن هنا ولكن هنا لأن فيه رئيس للجنة المنظمة حتى لما تم دعوة الكابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه وعافية ربه ويرجع سالم غانم في الأيام اللي جاية بإذن الله ان شاء الله لما كان موجود حتى في هذه المباراة نزل بيسلم طبقا للبروتوكول بدعوة من الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة بتسليم كأس البطولة أو تسليم حتى فكرة مين أفضل لاعب في هذه البطولة طبقا للبروتوكول بدعوة ولكن بالأمس حتى الكابتن محمود الخطيب ما كانش موجود نتيجة ظروفه المرضية ألف مليون سلام علي يا رب بإذن الله نطمئن عليه في الأيام اللي جاية ونشوفه بإذن الله في النادي الأهل بيواصل اجتماعاته عشان الفترة رجحنا كمان دخلين على يعني حاجات مهمة جدا على المستوى الإفريقي فيه كرة القدم فامبارح الكابتن محمود الخطيب ما كانش موجود ولكن كان موجود رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ محمد الدماطي إيه بقى فكرة اللي احنا نقول القصوص خالد مرتاك كان موجود مبارح بيهدر المبارح ليه ما نزلش هينزل بصفته إيه ما رئيس اللجنة المنظمة موجود ولو الاتحاد الإفريقي واللجنة المنظمة موجهة دعوة دعوة لبقى أعضاء المجلس كانت تبقى موجودة وبعدين ما انت عندك مبارح فيه أعضاء مجلس إدارة نتزة ما ليه كانوا موجودين كانوا موجودين هل بيشاركوا في مسألة تسليم الميديليات وكأس البطولة ده بناء على بروتوكول ومبارح الناس كانت موجودة سواء الكابتن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أو الأستاذة نايرة الأحمر عضو مجلس الإدارة كانوا موجودين ومبارح الناس اتكلمت وخرجت بكل تلقائية والناس كانت مبسوطة مبارح بالمشهد اللي شفناه في الصلاة بعد انتهاء المباراة ايه الداعي بقى اللي احنا نقول أصل الأستاذ خالد مرتجي أمين صندوق نائب رئيس أو أمين صندوق مجزرت النادي الأهلي ما كانش موجود مبارح فيه مرسم التتويق ده على أي أساس بيتقالي الكلام ده على أي أساس انتو عايزين لازم تعملوا أزمة ببيني الأهلي والزمالك يعني أنا عايز أفهم الناس ده إذا كنت مؤمن يعني وقعت تسليم الميداليات في بطولة السوبر اللي كانت بين الأهلي والزمالك للقرى الطائرة الأنسات والواقعة الشهيرة اللي فيها رئيس الاتحاد المصر للقرى الطائرة ما كانش بيسلم على أي لعبة ما بترتديش الميدالية ونفس الأمر الأستاذ خالد مرتجي طلع الأستاذ حسين لبيب أو الكابتل حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قال أنا لما سألت قالولي أن كان فيه بروتوكول وكان فيه تعليمات من الاتحاد المصر للقرى الطائرة أي لعبة مش هترتدي أو مش هتلبس الميدالية مش هيتم مصافحاتها عقب مراسم التتويج يعني رئيس نادي الزمالك كان بيدافع على موقف رئيس الاتحاد المصري وموقف الأستاذ خالد مرتجي أو المهندس خالد مرتجي في هذا الوقع وبالتالي الناس كلها سكتت محدش فتح بقه تاني ده بيشهادة مين رئيس نادي الزمالك هو اللي طلع دافع وقال الموقف وقتها إيه أصلا يعني معلش يعني مش بعد السنين والعمر ده كله هيجي واحد يعني إنسان جاهل بهذه الأمور يطلع يزايد على المهندس خالد مرتجي ولنا هنا كمان في حل لفكرة اللي أنا الدفاع عن واحد ليه تاريخ وباع طويل جدا في النادي الأهلي واحد ليه يعني أسس ومبادئ وتاريخ طويل من أيام ما كان موجود حتى الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيسا للنادي الأهلي في فترة من الفترات التاريخية داخل قلعة من أحد قلعات الرياضة في مصر هتوصلون لمرحلة نحن ندفع كمان عن أسماء ورموز لها دور كبير جدا في الرياضة المصرية وفي النادي الأهلي سواء الكابتن محمود الخطيب أو حتى المهندس خالد مرتجي أو كل الأسماء اللي ممكن نتكلم عليها من رموز الرياضة المصرية أو من رموز النادي الأهلي بس بنتطر نطلع لرد لأن البعض بيحاول ياخدنا في كلام أساسا غير منطقي وكلام بعايز يؤدي إلى تعصب رياضي في الشارع الرياضي المصري العلاقة بين الناديين على أعلى مستوى حتى العلاقة بين الأهلي والاتحاد السكندري وفي أوج العلاقات الطيبة والوطيدة ما بين الناديين البعض حب برضو يتكلم في تفاصيل غير صحيحة وغير سليم النادي الأهلي طلع بيان شكر فيه نادي الاتحاد ونادي الاتحاد رد على بيان النادي الأهلي وشكر النادي الأهلي يا جماعة الرياضة في النهاية مكسب وخسارة والرياضة الهدف منها التقارم بين الشعوب بابلكم احنا في النهاية شعب واحد انتوا عايزين توصلوا الناس لإيه؟ ليه البرامج اللي بتطلع على السوشيال ميديا أو البرامج اللي بتبقى مدفوعة الأجر اللي بتأجر ساعتين واللي بتعمل سبونسر على السوشيال ميديا عشان مقاطع الفيديو تتشاف. انتوا عايزين توصلوا الناس لإيه؟ وليه مع الناس دي محدش بيحسبها؟ ليه الناس دي محدش بيحسبها؟ اتكلمت على وقعة الموانتس خالد مرتاجي ما كانش موجود مبارح في مراسم التتويج. لانه هو ضمن البروتوكول مش هينفع يكون موجود. في بروتوكول وفي رئيس للجنة المنظمة عضو مجلس دراف النادي اللي هو اللي موجود. ولما اتكلمت على وقعة تسليم الميداليات وعدم المصفحة من رئيس الاتحاد المصري للقرى الطائرة او المونتس خالد مرتاجي رئيس نادي الزمالك تلا هو اللي دافع وقال لك هتفي تعليمات اللي مش هيرتدي الميدالية مش هيتمه مصفحته. سواء للرجال او للسيدات. يا جماعة خفوا شوية. برضو النهاردة شايف بيانات كتيرة مضروبة على الاهل في البطولة الافريقية وعلى فاينال افريقيا ومطش الزمالك ونقدة بركان نفس الكلام. وانتو يا جماعة في ايه? في يا جماعة. ما تشتغلوا اعلام. اشتغلوا اعلام. انا عارف ان النسبة اللي بتشتغل اعلام دلوقتي او اللي هم مؤهلين للعمل الاعلامي ما يكملوش تلاتة اربعة على الساحة كلهم على فكرة. لكن عشر عشر واحد كلهم عايزين ياخدوا نفس التريند بتاع الهنجاص. كفاية لان الامر ممكن يوصل لمرحلة محدش فيك وهايتحملها وانا عارف وقتها لقدرة لا لما تحصل كرسة كلكم هتستخبوا تنزلوا تحت السرير. حصلت من 2011 وال 2012. ناس عملت ازمة ومشكلة. مش عايزة استرجع الاحداث من تاني. ومن وقتها والله العظيم فيه ناس قاعدت سنتين ثلاثة مستخبات تحت السرير. طلعت بعد كده. ودلوقتي متصدر المشهد من تاني. بس الايام والزمن والتاريخ مش هيرحم حد. بلاش تعصوا بجماهيري بين الاهل والزمالك. العلاقة على المستوى الرسمي. بين الناديين على اعلى مستوى. التنافس مطلوب. التنافس مطلوب. وفي النهاية انا شايف التنافس ده بيخدم مصالح الرياضة المصرية. لما يبقى سوبر افريق الكرة يدي اهل وزمالك. لما يكون باذن الله سوبر افريق الكرة قدم قريب ان شاء الله يبقى اهل وزمالك. لما يكون نهاية افريقيا للقرة الطائرة او لليد او حتى للسلة اهل وزمالك. كل ده شيء ايجابي جدا. افراحوا بالحاجات دي وفي النهاية الاهل كسبان الف مبروك الاهل خسران والزمان الكسبان مبروك وهارد لك للنادي الاهل نقفل ونشوف الغلاط فين ونبدأ نصلح على الفترة اللي جاي ده اول ملف الملف التاني وهو متعلق به موضوع حسين الشحات ومحمد الشيبي ومبارح فيه تصريحات خرجت من الاستاذ اهاب الكومي خطيرة جدا قالك ايه قالك اه عارفين انتو الفوزير بتاعت شريهان زمان قالك ايه قالقا اعلن الاستاذ اهاب الكومي وقالك ايه ان اتحاد الكورة ارسل الى الاتحاد الدولي فيفا يستفسر عن قضية الشيبي والشحات وعن مهيط او اهمية قرار ان اللاعب يلجأ للقضاء العادي او المحاكم المدنية بالمخالفة للاحة النظام الاساسي هل ده سليم ولا مسليم اولا تصريح كارسي مع كامل احترام الدكتور اهاب الكومي وعارف علاقة به على المستوى الشخص احنا هنا بنتكلم فيه امور عملية وامور بنقيم فيها اداء اتحاد الكورة اللي في صراحة وصل بالكورة المصرية لمرحلة مموت دانية لما يطلع اتحاد الكورة من خلال عضو الاتحاد والمتحدث الرسمي حسب ما بيقوله يقول الاتحاد بعت للفيفا بيطلب استفسار او استشارة في هذا الشأن هل دي مخالفة ولا مش مخالفة ده اسمه كارسة الناس تقول لي يا عم اتهولش لو الله كارسة اقولك ليه كارسة لان هو اتحاد الكورة هو بنفسه بذات نفسه بعت للنادي الاهلي يوم 4 يناير قال له ايه وانا اعرى لكم بالضبط الكلام اللي تقال في كلام اعلانه النادي الاهلي من حوالي يومين 3 من 3 قال في ايه ان الاهلي بعت للتحاد الكورة قال له في عدة مرات وتحديدا في سبعة اتناشر عشرين تلاتة وعشرين قال له ان فيه وقعة مخالفة لاعب للوايح نظام الفيفا والنظام الاساسي لاتحاد الكورة ولجأ للمحاكم العادية او المحاكم المدنية جيه ساعتها رد رسمي من اتحاد الكورة الاهلي على فكرة ماشي لجنة انضباط الاهلي اشتكى وبيقول الاتحاد الكورة اخدوا بالك وفيه وقعة هنا مخالفة للوايح الفيفا ولوايحة النظام الاساسي شوفوا الموضوع ده صح ولا غلط عايزين نعرف صحة الكلام ده ايه بالزبط جيه اتحاد الكورة رد على النادي الاهلي في اربعة يناير في خطاب رسمي في خطاب رسمي وموثق النادي الاهلي من ثلاثة ايام اعلن الكلام ده على صفحته الرسمية ومن خلال موقع الرسم قال ايه؟ اتحاد الكورة وقتها في اربعة يناير ان لاعب نادي بيرامدز خالف لايحة النظام الاساسي للاتحاد المصري ولايحة الفيفا الاتحاد هو اللي اعترف قالك اللاعب خالف لايحة النظام الاساسي ولايحة الفيفا طب انت بعت للفيفا بتسأله ليه؟ ما انت قلت ان اللاعب خالف لا حاول على قوة إلا بالله ما انت قلت اللاعب خالف بتبعت للفيفا تاني ليه؟ ما انت اعترفته وقلت اللاعب خالف وابوني على هذه المخالفة وابوني على هذه المخالفة انت انت كاتحاد كورة احالت اللاعب للجلة الانضباط لا حاول على قوة إلا بالله يعني انت اللي اعترفت ان فيه مخالفة وعلى هذا الاساس تم احالة ملف اللاعب للجنة الانضباط عشان تنظر في امره بتبعت للفيفا بتقوله ايه بتسأله على ايه بتاخد رأي الفيفا في ايه ما انت اللي اعترفت وقلت في خطاب رأس من اللاعب خالف اللايحة وانت اللي احالته هو الاهل اللي بعت قالك بشتك اللاعب ده في لجنة الانضباط لا الاهل اللي بعت لاتحاد الكرة يا جماعة يا ابتقى اتحاد الكرة يا خمسة شرع الجبلية يا في المبنى الجميل اللي اتطور واتهندل كده من كام سنة في المبنى بس وفي الشكل بس بص على الواقع دي ده صح ولا غلط ردته قلت غلط وبيخالف وقحالته لجنة الانضباط بعت للفيفا عايز تستشيره في ايه يا دكتور اهاب يا دكتور اهاب انت راجل اعلامي قبل ما تكون مسؤول في الاتحاد وعارف جدا ان اي كلام بيتقال بيتاخد بشكل رسمي انت قلت في خطاب رسمي ان فيه مخالفه هو حالة اللعب لجنة الانضباط وتم دعوة اللعب مرة واتنين وثلاثة للتحقيق وكل مرة ما كانش بيقى موجود وضمكم اهو اهو على الهوى اهو ده كان صدر من النادي الاقل خبر رسمي من ثلاثة ايام بيقولوا فيه ان الاتحاد بعت للاقل يوم 4 يناير الاتحاد اللي بيقول ان اللعب خالف لايحة النظام الاساسي للاتحاد وللفيفا طيب والجهة المنوطة بالنظر في الواقع التي جاءت ضمن احداث اللقاء وفقا لتقرير المراقب هي لجنة المسابقات وتم احالة الشيبي للجنة الانضباط بزاة التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة فين بقى القرار بعدت لللفيفا والله العظيم احنا هو احنا في عالم سمسم يا جماعة ده عالم سمسم والله بجاء فاكرين الكرتون الشاهر بتاع عالم سمسم الناس بتطلع ورق رسمي بتقول قرارات وتطلع تصرح تقول عكس القرارات اللي قالتها قبل كده طب انت بعدت للفيفا حلو قوي تعال انا بقى اقولك على مفاجأة من انك انت بعدت للفيفا الفيفا ما بيتدخلش الا في حالتين لما بقى فيه مخالفة للايحة النظام الاساسي بتاعته ولما بيكون فيه وقعة عنصرية موجودة في الملعب والله كويس ان القضاء راحك للفيفا كويس جدا لان انا اقولك هنا على وقعة انا بس لولا بس سرية المستندات ما كانش ينفع اطلع المستند ده على الشاشة احتراما للمصادر ولا سرية هذا المستند ولكن انت لما تبعت للفيفا وبتقول لنا انا عايز رأيي قانوني في مخالفة لعب للايحة النظام الاساسي هل تتوقع الفيفا يرد عليك وقولك ده شاني دخلي ده الفيفا يقولك تعالى انت عندك حد خالف لايحة الفيفا ولايحة النظام الاساسي عندك اللي انا اعتمدتها وبتسألني لا تعالى بقى تعالى وهيقولك ايه هيديك مهلة لاتخاص قرار في هذا الملف ولو لم يتم اتخاذ قرار الفيفا هي لا تتخذ القرار انا بقول ده بناء على وجهة نظر لا انا عندي مستند رسمي صادر من الفيفا موجه للاتحاد الافريقي في شهر اربعة عشرين تلاتة وعشرين في وقع شابيهة في تفاصيلها وفي اجراءاتها بنفس قضية الشيب وحسين الشحات ليه وقتها الهلال كان قدم شكوى ضد الاهلي فكين دورة ابطال افريقيا والواقعة الشهيرة ساعة مباراة التلاتة سف ووقتها الهلال السوداني الحمد لله علاقات دلوقتي كويسة جدا والامور انتهت على خير بس وقتها الهلال كان اشتكى الاهلي في لجنة الانضباط في الكاف ووقتها لجنة الانضباط في الكاف بتاخد لها وقت تعالى ما بتنظر في القضايا زي لجنة الانضباط عندنا كده انتو عارفين الفيفا كلام ده على فكرة بيتقل لأول مرة ولولا سرية المستند كنت طلعت على الشاشة فكين وقتها الفيفا او عارفين وقتها الفيفا رد على الاتحاد الافريقي قال له ايه ما قالوش ده شأنه داخلي او قال للهلال ده شأنه داخلي لا تعالى ده الفيفا 1000 خطابه بتاريخ 11-4 في ملفه مرفق تحت رقم FDD 14-522 يعني ايه ده رقم للشكوى مش حافظ الشكوى وقالك ده شأن داخلي ايه ده رقم للشكوى وبعت للكاف قال له ايه قالك في هذا الشأن وهي واقعة منظورة امام لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي امامك 3 شهور لاتخاذ قرار في هذا الموضوع امامك 3 شهور وده له ديدلاين لغاية 12-27-23 وقال للاتحاد الافريقي لازم تاخد قرار في شكوى نادي الهلال في لجنة الانضباط قبل 12-27-23 والخطاب مبعود بتاريخ 11-24-23 موقع من جوليان ديوكس رئيس لجنة الهيئات القضائية في الاتحاد الدولي موقع من جوليان ديوكس رئيس لجنة الهيئات القضائية في الاتحاد الدولي قال للاتحاد الافريقي خد قرار في هذا الملف وفي خلال 90 يوم لو ما خدتش قرار الشكوى هتبقى عندي وانا هنظرها وانا هبص فيها ليه؟ لنه دي وقع ليه علاقة بأحداث شغب ووقتها الهلال قال ان فيه عنصرية فبالتالي الفيفا قال لك لا ما فيش حاجة اسمها شغاني داخلي لان الفيفا فيه حاجتين ما بينفعش يغمض عين ويقولك شغاني داخلي مخالفة لايحة لايحة فيفا وامر لقلقة بالعنصرية الحاجتين دول الفيفا ما بيغمضش عينيه فانت دلوقتي بعتل الفيفا حلو وقوي اتمنى يكون فيه شفافية لما يجيلك الرد تنزله بالمستند على صفحة الاتحاد ما نشوفش تسريبات على البتجات او اللجان وتقول الفيفا قال شأن داخلي الفيفا قال خدونتو القرار لو الكلام اتبعت للفيفا بشكل سليم واتمنى النادي الاهل يدخل على الخط في هذا الملف دلوقتي بما ان الاتحاد بعت للفيفا بما ان الاتحاد بعت للفيفا للنادي الاهل بعت للاتحاد من شهر 12 من النهاردة في شهر 5 6 شهور ما اتخذش قرار يبقى لما تبعت بقى للفيفا الفيفا يرد يقولك ايه اوكي عندك ديد لاين تاخد فيه قرار ما خدتش قرار الاتحادة للدولة هينزل في القرار ويبقى كده نشوف كل واحد ايه اللي ليه ويه اللي عليه بس انت كاتحاد كورة لما تبعت للفيفا او لو بعدت للفيفا قوله انا قلت للنادي الاهلي انا معترف ان فيه خطأ وان فيه لعب خالف رائحة النظام الاساسي اتمنى تقول ده للفيفا لان برضو احنا ما نعرفش الاتحاد بعت للفيفا قال له ايه بس انا معايا هو مستند رسمي لما كان فيه وقع امام لجلة الانضباط والاتحاد اللي فيك اتأخر فيها الهلال بعت للفيفا فالفيفا بعت للكاف قال له والخطاب موجه لفيرون الامين العام للكاف قال له تلت شهور ترد علي تقولي ايه القرار اللي خدته ما خدتش قرار انا اللي هناش القضية ولو خدت قرار تبعتلي تقولي خدت قرار حيسياتك في ايه بما ان الملف وصل للاتحاد الدولي وانا بشكر صاحب المشورة اللي قال لاتحاد الكورة ابعاته للفيفا والله العظيم حسنا فعلت حسنا فعلت بامانة لو لجلة الانضباط ما خدتش قرار او لو اتحاد الكورة مش عارف يعمل ايه وهو اخطأ اصلا انه بعت للفيفا لانه هو اصلا معترف ان فيه خطأ وقال للاهل ان فيه مخالفة للاحية الفيفا بس انا بشكرك انك وجهت لهم مشورة وقلت لهم ابعاته للفيفا كده الامر عند الفيفا رائس خطأ واحدة من النادي الاهلي خلال الساعات اللي جاية عشان نبدأ نشوف الفيفا هيتعامل زي مع هذا الملف طالما هذا الامر متعلق بمخالفة صارخة للاحية النظام الاساسي للاتحاد ده وليل الاتحاد المصري بس على فكرة اللي قال المخالفة صارخة مش احنا ده الاتحاد المصري هو اللي قال في خطاب 4 يناير شكرا جزيلا على هذه الخدمة القيمة اللي تمت من الاتحاد المصري في الساعات الماضية طيب ماتش الاهلي وجونا مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة للنادي الاهلي ثلاث نقاط بثلاثة اهداف مهمة جدا طبعا للنادي الاهلي طبعا لسه عنده مشوار طويل من المؤجلات هدف رائع جدا لامام عشور في البداية صفقة مفيدة على جميع الاسعادة لصالح النادي الاهلي في هذا الموسي بإذن الله يكون الموفق بإذن الله ويكون موجود في نهاية افريقيا وانتو شايفين حتى كلها للفترة الاخيرة ما بيديش امام عشور تسعين دقيقة لسه راجع من فترة فبيديله اجزاء مرة نزله الشوت التاني في ماتش مازمبي بعد كده بدأ بأساسي خرجوا خرجوا في النص الشوت التاني مباراة خرجوا في النص الشوت التاني فدي حاجة ايجابية من مرس الكولر في التعامل مع ملف اللعيبة اللي راجع من اصابه هدف رائع جدا لامام عشور مبارح محمود متولي خد افضل لعب في المباراة اه على الزمن اه لو نرجع كده بالشهور لورا والناس عملا تقولك متولي ماشي من الاهلي اكرم توفيق ماشي من الاهلي احمد عبدالقادر ماشي من الاهلي محمود ده كهرباء اعتزل الكورة والله العظيم الواحد بيارا حاجات لما بتعدل ايام والشهور الناس بتشوف حاجة تانية طبعا هدف سليم جدا ما كانش فيه اي شبه التسلل وامبارح بصراحة المباراة احكميا يعني كانت مباراة مميزة جدا الحمد لله لقدتها الان جدا بعد تعيين محمود بسيوني كنا نعرفين محمود بسيوني صعب على الوقع الشهير افتاعت مباراة الاهلي والجيش في السويس اللي كانت من ثلاث سنين وضعت على الاهلي دوري بس ما علينا بعد ثلاث سنين امبارح كان بيدير مباراة واعتقد ادار مباراة بشكل كويس جدا وبشكل جيد جدا محمود متولي امبارح الهدف التاني واجاد في مركز المساج بعد غياب برامي ربيعة نتيجة الايقاف للانزار التالت وغياب ياسر ابراهيم لعدم الجاهزية لسه فامبارح كان متواجد بجوار محمد عبد المنع هدف قهربة من ركلة جزاء وامبارح مرسل كولر كان ليه فلسفة قالك انا في رقلات الجزاء ما محددش مين اللي بيشوت من قبل المباراة وقت المباراة قولك مين لي يسدد علي معلوم راح ليه كولر قال له مين لها ليت دور او مين لها يسدد قال له خلي كهربة طيق كهربة سدد انا شايف فيه تعاون كبير جدا من اللعيبة حتى لو معلول عايز يسدد حتى لو حسين عايز يسدد ولكن كهربة مبارح سدد واعتقد هدف جه فيه توقيت مناسب جدا بعد احتساب برقل الجزاء لصالح النادي الاهل شايفينه قدامنا على الشاشة طبعا قدر بالجزاء واضحة جدا لصالح حسين الشحات طيب ده بالنسبة لمباراة مبارح سلاسة نقاط مهمة جدا ومش هتكلم بقى على عدد مباراة الاهل في الدوري يعني ملف الكلمنا فيه كتير ولكن كلكم عارفين الحمد لله الاهل دلوقتي من 13 مباراة عنده 27 نقطة ولسه فيه مؤجلات الاهلا عنده مؤجل مع الاتحاد وفرقه والدخلية والجيش وبيرامدز ومبي وفيرشر بنتكلم في 6-7 مباراة مؤجلة من الدور الاول يعني تأجيلات الدور الاول المفروض ماتش بيرامدز 12-7 لسه عندنا مؤجلات مع امبي وفيوتشر هيتلعبوا امتا باش عارفين هل بقى 15-7-27 لسه المؤجلات مستمرة لغاية شهر 7 ولكن وترتيب المؤجلات معمول بترتيب مباشر يعني تلعب مثلا مع الاتحاد يوم الثلاثة الجايدة الجولة التسعة مباراة مؤجلة بعد كده لما ترجع بعد الأجندة الدولية تلعب مؤجلة الجولة الحداشر وتلعب مباراة مؤجلة في الجولة الـ 26 مع الاتحاد بعد كده تلعب مباراة مؤجلة في الجولة الـ 12 مع الدخلية فتروح تلعب مطش في الجولة الـ 27 مع الزمالك يعني كل مباراة في الإسبوع المتتالي تاخد معها مباراة مؤجلة كل 3 يام طبعا ضغط كبير جدا مش عارف هل ممكن نخلص المؤجلات الأول لان ترتيب المؤجلات مع مباراة الدورة هيوصل الأهلي انه يلعب مباراة بيرامدز الحاسمة يوم 12-7 وهو لعب قبلها 9 مباراة في ظرف 30 يوم ترتيب صعب جدا ممناثبة المؤجلات عايز اطرح سؤال كده على الناس اللي دايما بتغطي تتكلم على المؤجلات وتتكلم على النادي الأهل وليه عدد مؤجلات الأهل كتير محدش خد باله من عدد مباراة الزمالك وفيتشر بصوا كده على جاده للدورة دلوقتي قبل الزمالك مايلعب بعد ساعة ولا ساعتين مع اسموح هو الزمالك وفيتشر السنة دي مش كاله بلعبه في الكونفيدرالية اه لعبوا عدد مباراة زي بعض ده لعبوا بعض في دور التمانية في كاس الكونفيدرالية يعني الزمالك لعب مطشين زيادة لما وصل السيم فاينة يعني مفيش ضغط المطشات على الزمالك وعدد المباراة كبيرة لا ده فيوتشر كمان لعب كاس سوبر للأنديل أبطال في الإمارات كتبطولها فيها الأهلي وفيوتشر وبيراميدز وكان ساعة كمان سيراميكا كليو بطر يعني الزمالك مكانش موجود مرحش الإمارات حتى لعب كاس السوبر اوكي لكن مع ذلك تبص على جادوال الدوري تلاقي الزمالك لعب 14 مباراة وفيوتشر لعب 18 مباراة فرق اللي أربع مباراة ده كان فين لمنه كنتوا بقى ايه نسكين جادوال الدوري وكل شوية تتكلموا عن الأهلي والأهلي ما بلعبش في الدورة إلى 13 مباراة ده الترج لعب أكتر ده نهضة بركان لعب أكتر في الدوري المغربي رغم أنك لو عملت إجمالي عدد مباراة الفرق عتلال أهلي لعب 36 مباراة الترجي 35 مباراة الزمالك 26-27 مباراة يعني أقل فريق في المربع الزهبي ما بين دوري أبطال وفاينال كونفيدر أقل عدد مباراة محلية وقرية نادي الزمالك لكن كله مسك في النادي الأهلي تم تسيبوا الأهلي بس يوم والأتنين كده وبصوا على جادوال الدوري لزمالك لعب 14 وليه فيوتشر لعب 18 هل ده عدل؟ اللي اتنين بلعبوا في مسابقة واحدة مباراة هم يوم الحد لا فيوتشر بلعب جمعة ولا سبت بلعب حد زيه زي الزمالك نفس ظروف الزمالك بل بالعكس فيوتشر أصلاً اضغط أكتر لأنه لعب مطشين في الإمارات كالس السوبر إزيانك ما راحش لإمارات أصلاً ما لعبش كالسوبر هناك ليه الزمالك لعب 14 وليه فيوتشر لعب 18 ممكن نترحى سؤال؟ نترحى سؤال سين حد عنده إجابة من الإعلام هوات الاستياد في موضوع ركوب الترند والهقس على السوشيال ميدي هو السؤال بسخته كده حد عنده إجابة ليه فيوتشر لعب 18 وإزيانك لعب 14؟ جيم جواب؟ هننتظر الرد بس أنا عارف هيكون في المشمش حدش هيجاوب لأنه محدش ليه مزاجي جاوب محدش ليه مزاجي جاوب ماشي علي معلول نجم النادي الأهلي وكابتن الأهلي ونجم الكرة التونسية علي معلول بعد 8 سنوات بالأمس كان كابتن النادي الأهلي وشايفين طبعا الصورة كنا عايزين نجي في فيديو لللقطة دي بس للأسف يعني للأسف مخرج المبارنة بارح ما أعرفش يعني إزاي واضح إنه ملوش في الكرة مش متابع مش عارف مش عارف والله جماعة يعني للأسف الإخراج بيضايع لقطات زي دي ومواقف زي دي بتيبقى تاريخية بس ما علينا أحيانا الإخراج بيبقى إخراج سيء في بعض اللقطات لكن عموما اللقطات المبارح شفناها من خلال الصور والسوشيال ميديا كريم نيد في دواءة التغيير ادى شهرة الكابتن لعلي معلول علي معلول بعد 8 سنين بالزبط في أول مباراة ليه مع النادي الأهلي كابتن للنادي الأهلي أنا مش عايز أقول لحظات تاريخية ولكن التاريخ كتب صفحة جديدة من صفحات العطاء والإنجازات والإحترام والقيادة لنجم تنسي مش عايز أقول نشأ وتربى في النادي الأهلي هو ابن مدينة صفاقس ولعب في النادي الصفاقسي وكان كابتن النادي الصفاقسي جي للنادي الأهلي وأصبح واحد من أبناء النادي الأهلي واحد من أبناء النادي الأهلي علي معلول مبارح نشر على حسابه على الفيسبوك وقال يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي تشرفت فيه بارتداء شارط شارط قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسرتي مع الفريق أكن للنادي الأهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والإحترام وستظل تلقى اللحظة في زاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معا داخل نادي القر كلام مكتوب من القلب من نجم كبير جدا أصبح واحد من أبناء هذا الجيل الجيل التاريخي في النادي الأهلي علي معلول لو أستعرض معكم أرقام علي معلول علي معلول لعب مع النادي الأهلي 285 مباراة في كافة البطولات محلية وقرية ودولية سجل 51 هدف وهو ظهير أيصر صنع وعمل أسست لتلاتة وتمانين هدف مع النادي الأهلي توج مع الأهلي بخمسة دوري محلي أربعة كأس مصر خمسة سوبر مصري تلاتة دوري أبطال إفريقيا اتنين سوبر إفريقي بخلاف الإنجازات والأرقام اللي حقاها في كأس العالم للأندية هل الاحتفال كان مختصر فقط على علي معلول؟ لا ده زمال علي معلول ونجوم النادي الأهلي مبارح على إنستجرام كل واحد دخل على حسابه بإستوري وكتب وهنا علي معلول بعد توليه أو أصبح كابتن للنادي الأهلي في أول مباراة اسمية ليه وهو كابتن مع النادي الأهلي كانت مباراة الجونة بالأمس البداية بوسام أبو علي وعمل منشن لعلي معلول على إنستجرام وحط صورة كريم ندفد وهو بيد شارة الكابتن على علي معلول وحط عليها صورة تاج لو معنا الصور دلوقتي على إنستجرام نستعرضها دي أول صورة معنا وستوري لعلي معلول من خلال وسام أبو علي نروح ليه أوفة مصطفى شبير كتب عليها ليجند الأسطورة علي معلول نروح لي كريم فؤاد اللي ما كانش في قيمة مباراة خالص ليجند على ستوري لصفحة النادي الأهلي على علي معلول نروح ليه كريم الدبيس اللعب الناشئ اللي بيلعب في نفسي مركز علي معلول الليجند وحط نسر الأهلي والتاج علي معلول طو وجه دي نسر النادي الأهلي بالأمس بعد ما أصبح كابتن للنادي الأهلي أيضا الزنفولي اللي لسه منضم للأهلي ما فيش من حوالي شهرين ثلاثة أعمل منشن لعلي معلول ونزل صورة لعلي مع كريم ندفد في ستوري الإنستجرام أيضا كمان دكتور محمد وفائي قال علي معلول وأيضا كمان عمل منشن لكريم وليد اللي هو باسم الشهرة كريم ندفد وكتب تاريخ صورة تاريخية لحظة تاريخية بس أنا عايز أقول التاريخ كتب صفحة جديدة من صفحات نجم كبير تقلق وتعملق في النادي الأهلي ملفات كتيرة اتكلمنا فيها موضوعات كانت مهمة أتمنى الوقت يكون أسعبنا في تناول كل هذه الملفات طبعا عندي ملف تاني بس هأجله البكرة من الحكام المرشحة لنهاء دورة أبطال إفريقيا اللي لسه الغيات اللحظة دي مفيش قرار رسمي ولكن عندي أسماء مرشحة من خلال عدة مشاورات واجتماعات تمت في الساعات الأخيرة ولكن نأجل الملف ده البكرة عشان نتكلم على مباراة الأهلي والترجع والحكام المرشحة لكن نحرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندنا أبرز أخبار الترند واللكتب في السوشيال ميديا من خلال ترند الأهلي والترند المحلي وأيضا ترند العالمي أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج الترند وهنا نستعرض فيه اللي الكتب على الأهلي في السوشيال ميديا البداية من حساب ترند الأهلي حساب يلا كورا بيتكلم على أن يلا كورا يكشف موقف مصابي الأهلي عبدالقادر خارج نهاء إفريقيا وجاهزية الشناوي أحمد عبدالقادر عنده شد في العضل الخلفية ويعني فكرة أنه يلحق مباراة النهائي صعبة شوية خاصة مباراة الزهاب اللي هتتلاقي في تونس يوم 18.05 أحمد عبدالقادر محتاج ما يقرب من 10 أيام إسبوعين والنهار دي حنا بنتكلم في 4 مايو يعني بنتكلم في حوالي يرجع على 18 أو 19 مايو هل يلحق ماتش العودة؟ برضو ده كلام سابق لأوان ولكن إصابة جات في توقيت رخم شوية نتمنى السلام يا رب بإذن الله أحمد عبدالقادر محمد الشناوي حاليا أصبح لائق من الناحية الطبية وكان عنده شد كده خفيف وإجاد خفيف في عضلة السمان البعض طبعا قعد يفتكس ويقولك كده هروب والشناوي مش عايز يقعد بديل وكلامها تسمعوك تير الفترة اللي جاية لناس فاضية ما عندهاش حاجة تعرضها للناس وقاديكم بتشوفوا نتيجة إن الناس فاضية ما عندهاش حاجة تعرضها وما عندهاش مادة تقدمها للناس الناس بتبتع تقول أسامي غلط بتتكلم على صحفين بتقول على مدربين محدش عارف في ليفربول بيدربوا مين ولا جاي مين محدش عارف حاجة فأنتم بتسمعوا كلام أساسا كله يعني ضرب في ضرب لا كلام صحي ولا كلام مفيد للناس وكلام للأسف بيأثر بالسلب على أندال مصرية وتحديدا النادي الآن فالشناوي أصبح جاهز بدأ يدخل للتدريبات الجامعية ولكن غاب عن مباراة الجونة وغاب عن المباراة اللي قبلها بسبب الإصابة هنشوف ماتش الاتحاد هل يقدر يلحق ولا المباراة اللي بعدها مباراة البلدية السابت اللي جاي ولكن عايز أطمنكم إن الشناو إن شاء الله بإذن الله ممكن يكون جاهز خلال الساعات اللي جاية للمشاركة في المباراة مع مصطفى شبير كورابلس بيتكلاموا عنه فيه فحص طب يحدد موقف عمر السولية من لقاء الاتحاد طبعا عمر السولية مبارح في أثناء الإحماء ما قدرش يكمل وخرج ونزل مكانه كريم ندفد في بداية المباراة عمر السولية عنده إجهاد في العضلة الخلفية عمر السولية عنده إجهاد في العضلة الخلفية ونسبة تواجده في مباراة الاتحاد صعبة جدا أكيد الجهاز الطبي مع الجهاز الفنة هيفضل يريح السولية عدة أيام إن شاء الله ما تكونش بعد الإشاعة بنفس درجة إصابة أحمد عبدالقادر لأنها تبقى مدة سبوع عشر تيام سبوعين مدة كبيرة لأنه خلاص أنت بتلعب على فاينال إفريقيا 18-25 مايو والنهاردة 5 مايو فبتتكلم في مدة رائبة جدا فبإذن الله إن شاء الله يكون جاهز فيما بعد ولكن السولية عنده إجهاد في العضلة الخلفية نتمنى يا رب لم يجر الإشاعة النهاردة وبقرة في التدريبات نطمئن عليه النهاردة بتأكيد الفريق راحة سلبية طيب حساب سبورت 360 مصرية بيقولوا على إمام عشور منذ عودته من الإصابة مباراة مازمبي هدف في لقاء الإسماعيلي وهدف في لقاء الجنة ساحر الأهلي ينشر سحره أو ينثر سحره إمام عشور لعب مهم جدا مع النادي الأهلي الوطن سبورت بيقول إن الأهلي يجاهز مفجأة لمصطفى شبير بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا الوطن بيتكلمه لأن مصطفى شبير النادي الأهلي بيحضر له بعد المباراة النهائية تجديد عقد المدة خمس سنوات كلام سابق لأوانه لا الأهلي بيتكلم فيه ولا مصطفى أصلا بيفكر فيه دلوقتي نحن عندنا حاجة أهم دلوقتي يا جماعة حساب اليوم السابع بيقولوا إن محمد تضوي كريستو يطلب الرحيل عن الأهلي في الصيف بسبب كولر خلاص بقى اسم متولد شال واسم أكرم توفيق شال واسم أحمد عبدالقادري شال مين بقى اللي هيبقى عليه السبوت قوي الفترة الجاية؟ كريستو آه بقى لو كريستو نزل مباراة والأتنين الناس مش هتلاقي أسامة قولها في أسماء الراحلين قيمة الراحلية اللي كانت بتتحضر بقى أكثر من شهرين تلاتة هتصفصف على واحد واللاتين وفي الآخر هيتشالوا فمش هدل القيمة لها لازمة متولي مباراة خد ما نقف زمتش لعيد تلات أربعة مباراة متتالية هو أحمد عبدالقادر أساسي آخر تلات أربعة مباراة قبل الإصابة أكرم توفيق مباراة نازل وهو بزيل بس لعيب أساسي نازل مرتاح لعيب مهم في نص الملعب ما تحكموش على الغيابات دلوقتي ولسه كمان موضوع أفش موضوع أفش بكرة أنا هتكلم فيه لأنه عندي فيه مفاجآت لكل الناس اللي بتسمعوه مش حقيقي فيها حاجات كتيرة جدا مش حقيقية وفيها حاجات كتيرة بتتقال في موضوع أفش فيها شغل لجان إلكترونية على فكرة فيها شغل لجان إلكترونية وبكرة هتسمعه تفاصيل جديدة لما أدواته لما مش عارف إيه الراجل موجود في مران المستبعدين والنهاردة في مران المستبعدين وبكرة ووجود في مران الفني الجماعي عشان الناس اللي عملت كتير أو في موضوع أفش كلر عند رؤية فنية نحترمها جميعا ممكن نتطفق نختلف معه في بعض الأوقات لكن فيه مدير فن صاحب قرار آه لو كنت عشتوا أيام منو الجزيه الإعلام دلوقتي اللي بتكلم على المغضوب عليهم واللي بتطلعه بره الاسكور والقيمة معاشوش أيام جزيه لسه رأس صغيرة لسه جديدة في المهنة شوية لو عشتوا أيام منو الجزيه هتعرفوا إزاي المدير الفني بيكون صاحب قرار وبيختار التوقيت المناسب لراحة لاعب أو الدفع بلاعب وإمتى يسيطر المدير الفني على غرفة خلع الملابس بس عموماً نهاردة الحلقة تفقدت نفاصيل كتيرة فبكرة لسه عندنا ملفات تانية نتكلم فيها آخر حاجة معايا في الوطن سبورت كولر بيوجه صدمة لمحمد شريف بعد طلب العودة إلى الأهل طيب الناس كمان راحت لفكرة الصدمة في فكرة عودة محمد شريف يا جماعة لسه مدري على الكلام ده الأهل لسه المسلم بتاعه مستمر لشهر تمانية لسه مدري طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة بالنسبة لعلي معلول أفضل مباراة شفتها لعلي معلول وفي نفس الوقت كمان لو سألتك على أجمل أهدافه انت شايف علي معلول على مدار تمان سنين المباراة المميزة والأهداف المميزة وأنا بتكلم النهاردة على ما يقرب من حوالي خمسين هدف وحاجة وتمانين هأسست عاملوا علي معلول رمضان حمدي بيقول علي معلول لماتشات كتير جداً بيكون مميز فيها بس أفضل أداء شفتوا ليه من وجهة نظري ماتش القالي والنجم السحلي في دور الأبطال انتهى ستة اتنين اللي كان في برج العرب كان ساعتها سيمي فاينال بطولة إفريقيا 2017 أفضل هدف من وجهة نظري هدفه في ماتش الاتحاد وكان هدف من قذيفة قوية براس تسعين والأسست كان من جيرالدو طيب نروح لماروان بيقول النجم السحلي ستة اتنين والترجف رادس اتنين واحد كان مباراة دور التمانية كان الترجف متقدم الشوت الأول واحد سفر وكان ساعتها علي معلول عمل شوت مش قدي كده جيش شوت التاني نزل نقل المباراة ولعب فيه الجبهة اليوم نفساعد بهدف تاني معه أكتر من لعب فتحي آخر تعليم معايا بيقول معلول الأسطورة كل مبارياته جميلة مستر أسست أسرع ديليفري في مصر والوطن العرب اسم حافر مكانه في قلب كل أهلاوي علوله الكابيتانو طيب يعني ناس كلها فاكرة ان مباراة النجم السحلي كانت من أهم المباراة ستة اتنين مباراة الترجي علي معلول دايما بيتميز وبيتفوق في المباراة الافريقية على الفرق التونسية نتمنى نشوف ده بإذن الله في ختام دورة أبطال إفريقيا السنادي مع الترجي 18.25 من شهر مايو ألجري في الختام بشكر حضرتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء